السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير حبيبي دي رسالة الملايكة لكم النهاردة الرسالة تشوفها في اي وقت باذن الله هي لك لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت باذن الله اسمع رسالتك وركز في كل كلمة بتتقال فيها الرسالة بدأ بانك من الناس اللي ربنا ارسلهم لهداية الخلق يعني انت رسالتك بتقول انك من عمال النور يعني بتعمل شيء لهداية الناس انت بتمشي على الصراط المستقيم يعني من الاخر كده ماشي صح في طريقك ماشي صح في اللي انت بتعمله فارسالتك بتقول انك صح وعلى الطريق الصحيح وانت من الناس اللي ربنا بيرسلهم علشان يهدوا غيرهم حتى لو بيغيروا الواقع اللي قدامهم بكلمة حلوة بيقولوها للناس تغير وتبدل من مشكلة الى كلام جميل والى فك وحل المشاكل يعني انت ما شاء الله عليك رسالتك بتقول كمل انت على الطريق الصحيح ايه دي من استطعت كمل لو حتى بتقدر تفك بين الناس المشاكل او مثلا بتعمل اي شيء يخلي المشكلة بدل ما بتبقى نار تبقى رماد بتحل بين ازواج بتحل بين ناس بتقعد في مشاكل عائلية وبتحلها بتحفظ قرآن ماشي في طريق الهداية للبشر فانت ماشي صح يعني هي رسالتك بتقول انت عامل من عمال النور ودي رسالة اكيدة باذن الله كمل لانك ماشي على الطريق الصحيح ماشي على الخط المستقيم ماشي على الصراط المستقيم يعني انت ما شاء الله عليك كمل وانت باذن الله من الناس اللي هيقدروا يهدوء مجموعة كبيرة من الناس سبحان الله وهيلقي ربنا محبتك في قلوب المؤمنين اعلم ان الرسالة لك ياللي بتسمع الرسالة ولو انت لسه لغاية دلوقتي ما اكتشفتش ايه هي مهمتك ورسالتك في الحياة صدقني هتكتشفها بعد الرسالة دي انت ممكن يجي لك منام او رؤية تبين لك انك عامل من عمال النور ولازم تعمل برسالتك طيب ناس بتقول انا مش قادر اكتشف رسالتي لغاية دلوقتي في الحياة لو انت بتماشي على القرآن صح وقلتلكم ورد قاية النور لو عملته صح هتجي لكم الرؤية تقول لك ايه هي رسالتك في الحياة اذا كنت معالج او اذا كنت عامل نور او اذا كنت راقي بالقرآن او اذا كنت مثلا زوهري الدم او زوهري معالج او زوهري كشافة يعني انت ممكن تكون حتى يكون عندك كشف انك تقدر تكشف على انسان اذا كان مصحور او اذا كان فيه مسة او سحر او حاجات زي كده فانت لو عايز تكتشف الهبة الربانية الجميلة اللي فيك دي انت لازم تقرأ ورد قاية النور وهتلاقوا الفيديو عندي في مجربات القرآن الكريم وهو ورد قاية النور شوفوا الفيديو وهتعرفوا لو مشيتوا عليه 21 يوم او اكتر حسب ما انت تقد جسمك او شكرات جسمك تكون مفتوحة فانت هتوصلك الرؤية الحقيقية اللي هي بتدل انت ايه بالزبط ولك رسالة ايه في الحياة فانت ان شاء الله كمل على الطريق واعمل ورد قاية النور لانك باذن الله لك رسالة في الحياة وانت بتأديها حاليا او لسه هتكتشفها وبتأديها ودي رسالة ليك علشان تفهم وتبصر ما هي رسالتك في الحياة واللي بيأكد لك كلامي ان الملاك بعث لك بآية من صورة يسين وهي بسم الله الرحمن الرحيم لتنظر قوما ما انظر آباءهم فهم غافلون انت في شيء بتعمله انت هتكون نزير لقوم غافلين انت بتعمل شيء بتهدي به الناس او هتعمل شيء تهدي به الناس هتكتشف رسالتك لان الرسالة جاية لك بانك انت هتكون نزير مبين لقوم غافلين خلي بالك انك لازم تمشي على الرسالة وتتبع ورد قاية النور علشان تكتشف رسالتك طيب دي رسالة للبعض يا جماعة فيه كمان بقى رسالة للبعض منكم هم يعني فيه حاجة في قلبهم كده تعباهم طول الوقت زعلنين فيه حبة حزن كده شايلينه في قلبهم فيه حاجة كتمين عليها متضيقين حبسين انفسهم يعني اطلع من التقة اللي انت فيها دي علشان ربنا حاسس باللي انت فيه وعارف ايه اللي تعبك من جواه بس هو عايزك تخرج من التقة دي وقلبك يشعب النور وبنور الحياة والحيوية وعايزك تنطلق ده وتبعد عن الغم والهم اللي انت شايله والحزن اللي انت فيه ده لان كل شيء له حد وانت باذن الله حزنك وهمك والقلم اللي تعب قلبك ده له حد باذن الله وخلاص قرب ينتهي منك باذن الله بس انت اطلع من حالة الخمول والكسل والحزن اللي انت فيه ده لان فيه ناس هنا عندها خمول جامد جدا من بعد ما خرجت من شهر رمضان وهم تعبنين وارهاق وتعب وزي ما تقوله كده فيه كسل ممكن كسل في العبادات ممكن كسل في قراءة القرآن فانت زي ما كنت ماشي في شهر رمضان عايزك تمشي في الشهر ده وفي اللي بعده وفي اللي بعده حتى لو انت مش هتقرأ نفس اللي كنت بتقرأه في شهر رمضان لا اقرأوا اليومين دول مثلا صفحة 2-3 على قد ما تقدر اهم حاجة انك ما يجي لكش كسل وخمول عن العبادات والتسبحات وكمان قراءة القرآن فخليك انت اخرج من الحالة الخمول دي واخرج من حالة التعب وتعب النفسية اللي انت فيه وقلبك اللي دايما واجعك ده يعني انت فيه ناس هنا بتعيط يعني فيه ناس هنا كمان جاي لها كده خنق دي فيه حزن فيه حاجة كده انتو بتمروا بيها وده للبعض منكم مش لللي دخلوا كلهم رسالة انت ممكن تكون رسالتك في حاجة تانية او في كلمة تانية ولكن فيه هنا البعض تعبان وكمان التعب والكسل والارهاق ده بيخلي دايما الحيوية تخرج من جسمك وتقطك تنزل ولو تقطك تنزل بتنزل مش هتجذب الشيء اللي انت عاوزه يتمنه يعني انت كمان حاطت اهداف في دماغك نفسك تتحقق ولكن الطاقة اللي انت فيها دي هي اللي بتخليك ما تجذبش الشيء لنفسك طيب كمان لو انت عاوز تخرج من الطاقة دي وممكن تكون الطاقة دي نتيجة لطاقة سلبية تعرضت لها يعني ممكن الخمول والصداع والقلم اللي انت حاسس بيه ده والكسل في العبادات يكون نتيجة عن مثلا تجديد سحر تعملك او ممكن يكون عين او حسد يعني انت خدته من طاقة سلبية من خروجك مثلا يمين او شمال فانت التقط طاقة سلبية من هالتك النورانية دي فانت لازم تتحصن زي ما قلتلكم الهالة طول ما هي مفتوحة او تقطق بتكون نورانية بتبقى معرض لجذب الاشياء لانك زي ما بتجذب الايجابي بتجذب السلبي فانت لازم تتحصن كويس قوي علشان تخرج من الطاقة دي ممكن تجرب ايات الشفاء ايات الحفظ اللي انا منزلها على مجربات القرآن الكريم حاول تعملها وان شاء الله باذن الله تيجي بالشفاء وتشيل عنك اللي انت فيه لو انت من الناس اللي بيتجدد لهم السحر باستمرار حاول تعمل ايات السحر برضو حطها فيه مجربات القرآن الكريم لو انت مش عايز تعملها بالورقة اللي تتحط معاك على طول ممكن تعملها على مياه وتشرب منها ليل نهار علشان الشيء اللي عندك ده يخرج باذن الله ويتفك وحتى يمنع يعمل ايات السحر مع ايات الحفظ علشان ايات الحفظ بتمنع تجديد السحر كمان يا جماعة لو حتى بيتجدد بيبطل فانتوا حاولوا تعملوا الايات مع بعضها اللي عنده حسد واللي عنده سحر انا حطت كذا فيديو فيه العين والحسد زي تتشال بطريقة المرمرية واللي بنات ذكر وحتى فيديوهات للسحر وحتى فيديوهات لأيات الحفظ وحاولوا انكم انتم تعملوا الحاجة دي وتمشوا عليها انا حتى بنزلهم دايما المجربات بنزلها على القناتين علشان اللي هنا يستفد منها واللي هنا يستفد منها والفيديو اللي بيبقى متأكد علي اني انزله هنا وهنا باضطر انزله هنا وهنا لو حتى مش من المجربات ولاقيت رسالة عندك اتعادت عليك في القناة دي واتعادت عليك في القناة دي بيبقى لازم تسمعها مرة تانية بيبقى فيها شيء بيبقى فيها تحذير ولازم تسمعها فلازم ان انا اعيدها لكن انا ما بعيدش كل الاوقات ولا كل الفيديوهات هي بس فيديوهات معينة بيبقى لازم تتعرض مرة تانية فانت خلي بالك وخد بالك من نفسك وحصن نفسك كويس جدا علشان تخرج من الطاقة اللي انت فيها دي ودايما خلي بالك من ايات الحفز علشان هي بتمنع تجديد السحر والعين والحسد بتترد على صاحبها باذن الله انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي يا رب اكون فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في صنعت موس Diput رسالة حبيب ابti دعنا بتعيش جوسة الفيديو أشتركوا في فتح موس piل